بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم قبل ما اتكلم يا باشموهندس على السلايدنج بيس تانك تعالى نتكلم في العموم كده ايه هي انواع التانكات اللي موجودة عندك قالك والله انا بصنف التانكات على حسب المكان بتاعها يعني اول نوع باشموهندس نوع اسمه underground tank وده باين من اسمه ان انت لو عندك الارض بالشكل دوت فالخزانات دي خزانات تحت سطح الارض بيسمى underground tank النوع التاني نوع rested on soil tank يعني لو انت عندك الارض بتاعتك هوت فاتلاقي الخزان rested على الارض مباشرة فيبقى اسمه rested on soil tank النوع التالت اللي على حسب المكان حاجة اسمها اللي هو الخزان بيكون مرتفع عن سطح الارض زي ما حضرتك شايف دلوقتي مرتفع عن طريق ان انت الخزان ده مرتكس على اعمده او مرتكس على حاجة اسمها شاف فده باش مهندس اسمه اللي فيت فيبقى دوت هي انواع الاخزانات according to position نجي للنوع التاني او للتصنيف التاني اللي هو بيصنف على حسب البيز على حسب الاعدة بتاعت الخزان يقول لك باش مهندس اول نوع نوع اسمه fixed base او حاجة اسمها conteneus يعني لو طلعت لك خزان بالشكل دوت تقول لك دي اسمها ارضية الخزان والرأس ده اسمه الحيطة بتاعت الخزان يبقى لما اجا سمي تقول لك يا باش مهندس الرأس دوت اسمه حوائط الخزان ده الحائط اللي انا بسميه الول والارضية بتاعت الخزان بتسمى الارضية اللي هي بتسمى الفلور فتقول لي لو الحيطة مع الارضية يا باش مهندس متصلين مع بعض زي ما انا موصل لك كده في كونتينيوة ما بين الحائط والارضية فده النوع دوت اسمه fixed base او اسمه content was tank النوع التاني قال لك نوع اسمه sliding base قال لك ده يا باش مهندس انا ما بخليش في اي حاجة اي كونتينيوة ما بين الول وما بين الفلور ده الحائط والارضية بيكونوا منفصلين تماما يعني اللي موجودة على الحيطة ليس لها علاقة باللسترينيوة اكشن اللي موجودة على الارضية طب وده بيتنفذ ازاي باش مهندس ومين شايل مين الكلام ده هنعرفه في المثال اللي هنحله السيكشن دوت لان موضوعنا النهاردة عن sliding base tank يبقى انواع الخزانات على حسب المكان عرفناه على حسب البيز لو في كونتينيوة ما بين الول والفلور فدي اسمها fixed base انما لو الاتنين منفصلين مع بعض او الاتنين منفصلين عن بعض فيبقى ده اسمال sliding base اه باش مهندس تعالا بقى نتكلم على المثال النهاردة اللي هو sliding base المثال رقم واحد اه باش مهندس قالك ميديه خزان الاليفيجن والبيلان بتاعه بالشكل اللي موجوده قدامك ده يعني احنا لو بنتكلم قالك ان دوت هو عبارة عن الارضية بتاعة الخزان والرأس دوت هو الحيط بتاعة الخزان وقالك باش مهندس ان الخزان دوت نوع اوليفيت التانك يعني مرتفع عن سطح الارض متشال على اعمدة بالشكل اللي موجوده قدامك لو جينا رسمنا البيلان هتلاقي اننا الاعمدة ديت لما جيت قطعت وبصيت لفوق هتلاقي ان هو بنلك في البيلان اربع اعمدة بالشكل دوت وصل ما بينهم كاميرات اللي ايه الكاميرا اللي انا مهاشر فيها ديت والكاميرا اللي انا مهاشر فيها ما انت تعال بقى كده خلق قطاع وافهم لو انا جيت خد قطاع في البيلان اللي موجود دوت وبدأ ترسم فانت باشمهندس اطع في القاميرا ديه واطع في القاميرا ديه فانت بنلك القاميرتين هم اللي هم متغشرين بالشكل اللي موجود دوت وكمان لما تقطع وباصص فانت باصص على القاميرا اللي موجودة اللي انا عمال اعمل لك على خطوط ديت القاميرا كاميرا سقطة موصلة من العمود للعمود ويبقى عندك باشمهندس الارضية مكملة على ايدك ليمين وعلى ايدك الشمال كوبيل زي ما انت شايف وبعد كده الحوائل ديه لما انا كنت قاطع وباصص لفوق انت مش شايف اللي الحز بتاع الحيط دروه اللي هو منطبق على الحز بتاع الارضية اللي تحت خالص لكن مش شايف النقطة اللي جو اللي انا وقف عليها دلوقتي فعشان كده الحيطة تبام من جو خط منقط لان انا مش شايف النقطة الداخلية بتاع الحيط دوت طبعا البيلان والاليفيجن هيكون معطى لك في الامتحان بس انا دلوقتي بعلمك ازاي تقرى الرسم اللي هو مدالك يبقى اللي انا فهمته دلوقتي ان انت عندك خزان سلايدينج بيستانك يا باشماندس عرفت منين ان هو سلايدينج بيستانك ان الارضية والحوائط منفصلين عن بعضك ده طريقة التنفيذ بتاعتهم زي ما انت خدت في المحاضرة ان هو بيبدأ يحط في المنطقة دية ويبدأ يحط مادة منتفشة اول ما ييجي عليها المية تنتفش فيمنع ان هو تسريب المية ما بين الحوائط والارضية والكلام دو تتكلم عليه دكتور محمود في المحاضر لكن تعال بقى ان انا ازاي حل المثال دو قالك الاول انا تخيلت خلاص ان ده يا باشماندس عبارة عن خزان خزان مربع او مستطيل بالشكل اللي قدامك ده خزان مستطيل بالشكل اللي قدامك فانا لما اجي اقول لك ان الخزان ده عامل ازاي تقول لك الخزان عامل زي الاوضة اللي انت باعت فيها اوضة مستطيلة حوائط حوائط بالشكل اللي قدامك في الاوضة والارضية اللي انت واقف عليها بس يا باشماندس الحيطة والارضية مش متصلين مع بعض طيب يا باشماندس لما اجي اصمم اصمم ازاي تعال نتكلم دلوقتي ازاي كيفية التصميم بكل بساطة بس نكمل في سيو بتاعتك بخمسة وعشرين ميجا بسكال ولف ييلد بتلتمية وستين ميجا بسكال وقال لك يا باشماندس في حاجة اسمها ميتة الكفر نص كيلو نيوتن عالمتر المسطح يعني ايه اصده النفوق الخزان ده هحط غطى كده يغطي الخزان غطى معدني يغطي الخزان ومديك الوزن بتاعه اللي هو نص كيلو نيوتن عالمتر المسطح يعني انا لو خدت متر في متر هتلاقي الوزن بتاعه نص كيلو نيوتن كلام ده يفرم معانا في التصميم اه طبعا يفرم وتخلي بالك لو هو ما ادهلكش معطف الامتحان الميتة الكفر بقى ده يبقى ولكنك تعرف ان فيه كفر لكن الخزان ما ايه ملوش كفر خلاص طب هو طالب من ايه اول مطلوب بيقول لك اعمل كومبيليت ديزاين للسلايدنج بيستانك اللي قدامك ده المطلوب رقم اتنين قال لك باش مهندس لو التانك دوت رستود ان سويل ايه ده عم مش التانك ده الفيت التانك اه في المطلوب التاني بيقول لك طب لو هو بقى رستود ان سويل اعمل ريدزاين تاني للعناصر اللي شايل الخزان دوت او العناصر المكونة للخزان اللي هو المفروض الفلور والوول بس هو كتيبلي الفلور هنا بس مش عارف ليه هنفهم كمان شوية لو انت تعرف ان البيرنج كباس دي او قدرة تحمل التربة 150 كيلونيوتر عمت المساطح تعال ولا اكنك شايف باش مهندس المطلوب التاني ده وتعال نبدأ براحة كده في المطلوب الاولان هو بيقول لي ايه بيقول لي ان انا عندي خزان سلايدنج بيستانك طب هو مبدئيا كده الخزان اللي سلايدنج بيست ده بيكون من ايه انت تقول لي بيتكون من الول الحاقة لوحده وبيتكون من الفرول لوحده احنا قبل ما نخش في الديزاين بتاعة المثال دوت تعال كده نعرف ايه يا مكونات اللي سلايدنج بيست بيتكون من ارضية وبيتكون من حيطة طب الارضية ده باش مهندس قالك والله اللي هيقبلك في انواع المثال هم نوعين اول نوع ان الارضية او الخزان ايليفيتد يعني خزان مرتفع عن سطح الارض فبالتالي الارضية مرتفع عن سطح الارض الاحمال كلها باش مهندس بتأثر من فوق لتحت احمال المية والاوزان بتاعة الارضية فلما يجي ارثم العزم هتلاقي العزم تحت والترخيم تحت فتلاقي ان الحديد الرئيسي هالباراتة هيكون تحت النوع التاني ان هو يكون الخزان رستدون سيل يعني يكون مرتاكز على الارض مباشرة اللي هيختلف في الارضية الارضية مختلف الارضية هنا بتكون مرتاكز على الارض مباشرة فيقول لك الاحمال جايل لها من رض فعل التربة بتكون من تحت الفوق فالترخيم بتاع البلاطة الفوق فيحصل ان العزم الفوق فيبقى التسليح الرئيسي للبلاطة هيكون من فوق يبقى انت دلوقتي مكونات اللي سلايدنج بيز اللي هو الفلور او الول لو مسكنا الفلور هو نوعين يا اما هيجيلك اليفيتد يا اما هيجيلك رستدون سيل لو جالك اليفيتد يبقى الحمل اللي هو حمل المية والوزن بتاع الارضية بيقصر من فوق لتحت فالعزم هيبقى تحت فالحديد الرئيس هيبقى تحت النوع التاني ان هو يعني خزان جبناه حطناها على الارض فالارضية مين اللي شايل هتول الارض يعني يا باش مهندس الحمل جاي من يقولك رد فعل التربة هو اللي بتحكم هنعرف كمان شوية في المثال بس يقولك العزم هيبقى فوق فالتسلح الرئيسي للبلاطة هيكون فوق طب النوع التاني او المكون التاني قالك الول احنا عارفين ان في السلايدنج بيز الحوائط ليس لا علاقة بالفلور بصمم الفلور لوحده وبصمم الول لوحده فعشان كده الول قالك الول يا باش مهندس ان هو على شكل سكوير يعني ايه على شكل سكوير زي الاوضة اللي انت قعد فيها وزي المثال اللي انا مدو لك مانا مدي ك الحيطة على شكل مستطيل يا باش مهندس الحيطة بتكون على شكل مستطيل لقلتلك زي الاوضة اللي انت قعد فيها فالحوائط لو انت خدت بالك مستطيل طب يا عم هو الحيطة دي مين اللي شايلها يعني انت لما تجيك تكلمنا عن الحيطة تقول الحيطة بتاعت حيطة رقصي بالشكل اللي قدامك ده دي حيطة لا لا ركيزة اللي شايل الحوائط يقول لك الحوائط دي بتكون متزنة مع نفسها يعني يعني الحيطة اللي انا مهشرها لك دي اللي مسكها الحيطة اللي على جنبها اللي على ايدها اليمين والحيطة اللي على ايدها الشمال الحيطة دي والحيطة التانية اللي على ايدها الشمال يقول لك متزنة مع نفسها زيها زي مين زي القمر الافقية بتتكلم عليها في الدوم يقول لك الكاميرا الوفقية دي عليها احمال والكاميرا دي متازنة مع نفسها فده نفس الكلام الحوائط بتاعة البيز او السلايدنج بيز تانك الحوائط بتكون منفصلة الوحدة مين اللي شايلها ملاهاش ركايز فوق وملاهاش ركايز تحت فيقول لك متازنة مع نفسها طب يا عم متازنة مع نفسها هتتصمم ازاي هنشوفها في المثال بس اللي انا عايز اقول لك ان الحوائط دي بيكون متازنة مع نفسها طب اشكال ايه ممكن يجيب لك خزان الحيطة بتاعته مستطيل او مربع زي المثال اللي انا مدهولك او خزان بيكون دايرة بالشكل الحيطة دايرة بالشكل دوت او ممكن يكون شكل سوماني بالشكل اللي موجوده قدامك اللي هو بيسميه اوكتاجنة كل دوت مايفرش معانا تعالى بقى نحل المثال اللي موجود معانا عشان نخش نحل المثال يقولك هو بتاعتك ايه اول حاجة يا باشموندس عارفين في اي تصميم ان انت عايز تجيب الكونكريت دايمينشن عايز اجيب الابعاد الخرصانية تاني حاجة قالك استنى هو مش اللي سلايدنج بيس دوت دوت يا باشموندس متكون من فلور ومن وول وكل حاجة الوحدة اه يبقى لما اجا صمم تصمم كل حاجة الوحدة تمسك الوول تصممها الوحدة تجيب لها الحمل اللي على الوول وتجيب السترينينج اكشن وتروح تصمم ويبقى انت قلصت ونفس الكلام للفلور امسك الفلور جيب لها الحمل اللي عليها بس في خطوة تتزود في البلاطة والبلاطة كنا بنعمل حاجة اسمها لود ديستريبيوشن توزيع الاحمال زي ما نشوف في المثال كمان شوية فابقى انت الخطوة اللي زادت ان انا عملت توزيع احمال وبعد كده خد شرايح وارسم السترينينج اكشن وروح صمم الخطوة رقم 4 في حل المثال خطوة رسم تفاصيل التسليح اللي انا عايزك تعرفه لحد دلوقتي وانا داخل المثال ان الديزاين ستيبس بتاعتك بفرض كونكريت دايمينشن الاول او باجيب كونكريت دايمينشن بعد كده بامسك الحوائط احل لها لوحدها اجيب الحمل اللي عليها ارسم لها اخده اصممه امسك الفلور اجيب الحمل اللي عليها اوزعه للديستريبيوشن ارسم اجيب السترينينج اكشن اروح اصممه والخطوة الاخيرة ارسمني تفاصيل التسليح تعالوا نمسك حاجة حاجة ونبدأ نحل في المثال بتاعنا اول حاجة يا باشموندس تعالوا نتكلم على الكونكريت دايمينشن يقول لي انا يا عم متعود السكاشن اللي نزلت قبل كده ازاي اجيب السمك بتاع الحوطة او ازاي اجيب السمك بتاع الارضية فكنت انا متعود على حسب كان بيديني عزم وبيجديني نورمل او بيديني شد وانا اروح من قوانين حفظها اقدر ان انا اجيب الكونكريت دايمينشن انت دلوقتي داخل المسألة هو انا يا عم اعرف عزوم والله اعرف استرينينج اكشن هو كان السكاشن اللي فاتت كان يدي القطاع عليه استرينينج اكشن وانت بناء على استرينينج اكشن دي هتروح تجيب انا ما عرفش فمبدئيا كده يقولك اول خطوة بروح افرد الابعاد الخرصانية اه بفردي عم الحيطة سمك الحيطة وسمك الارضية بتاعتك بفرده المينمم وبعد كده نتكلم فيقولك اول حاجة روح اعمل اسيوم لسمك الحيطة تي وال ساوي تي فلور يساوي تي مينمم اللي هي بتساوي تلتميت ميلي فيبقى اول خطوة عندك في الكونكريت دايمينشن ان انت بتفرد سمك للوول وسمك للفلور ومعدي كده يا عم نبقى نروح نشايك على الابعاد دي تاني خطوة اللي كنت بامسك الحيطة اروح اصمم الحيطة بتاعتي طب اصمم الحيطة يا عم امسك الحيطة الوحدة اصممها وامسك الفلور الوحدة اصممه فانا امسك الحيطة اول حاجة عايز اجيب الاحمال اللي على الحيطة هو باشموندس الحيطة دي عليها احمال ايه تقولي والله الحيطة ده باشموندس عاملة شبه ايه تقولي والله عاملة شبه الاوضة اللي انا عاعد فيها حيطة الداير ميدور حوالين القوضة سواء الحطة دي مستطيل او الحطة دي بمربع فهنا في المثال مستطيل تقولي والحمل اللي موجود على الحطة ده ايه تقولي ده مية جوة فانا زي ما انا متعلم من السكاشن اللي فاتت ان المية عايزة تضغط على الجدران بس بتضغط بحمل مسلسي اوله فوق بسفر وتحت بقيمة ضغط مقدارها جاما وال في الاتش وول على كل الحيطة الحيطة كلها على حمل مسلسي الحيطة كلها على حمل مسلسي يبقى الضغط بتاع الحيطة اللي هو جاما وال في الاتش ووتر جاما ووتر عفوا جاما ووتر اللي هو كسفة المية لان المية هي اللي بتعمل عملية ضغط على الحيطة مضروبة في الاتش وول الاتش ووتر ارتفاع المية يبقى دي جاما ووتر مضروبة في الـ H-Water جاما ووتر مضروبة في الـ H-Water ارتفاع المية لأن المية هي اللي بتعمل الضغط تيجي تعوض في القانون الـ G-Water بـ 10 كيلين نيوتن على المتر المكعب الـ H-Water ارتفاع المية لو انت خدت بالك في المثال ان ارتفاع المية هو مدولك بـ 4 متر فهو يبقى جاما ووتر 10 في الـ H-Water بـ 4 يساور بـ 20 كيلين نيوتن على المتر المسطح ركز ملحوظة كده اكتبع على جنب خلي بالك من الخزان ده مليان ايه خلي بالك الخزان بتاعك اللي هم يدولك دوت مليان ايه ممكن يديك يقولك خزان زيت فإلا يتغير ان انت بتضرب الجاما بتاعت الزيت في ارتفاع الزيت ارتفاع الزيت تيجيبه من على الرسم الجاما بتاعت الزيت اللي هو يكون مدهالك معطى فخلي بالك لو قالك الخزان ده مليان مية فانا عارف الجاما ووتر بـ 14 لكن لو الخزان مليان اي مادة تانية وديك الجاما بتاعته فالضغط اللي بتعمله على الحوائط هي الجاما في الـ H اللي هو الارتفاع بتاع الزيت او البنزين او اي حاجة فدي ملحوظة اكتبه على جنب انا خلاص شغال في خزان مية وجبت الضغط اللي بيأثر على الحيطة اللي احنا عرفنا لو خدنا حيطة واحدة تقولي ان الضغط دوة هو جاما ووتر في الـ H ووتر اللي هو بربعين طب باش مهندس انا دلوقتي برضو مين اللي شال الحيطة الناس احنا شرحناها قبل شوية بس اللي ما فهماش انا الحيطة بتاعتي ولا في ركيزة فوق ولا في ركيزة تحت امال مين اللي شايل الحيطة يقولك باش مهندس اللي شايل الحيطة هي بيكون متزنة مع نفسها ما انتم كمان شوية او من شوية او الساكاشن اللي فاتت يعني انا كنت بقولك فيه كاميرا هوروزونتال بيم الكاميرا دي تعلية احمال بالشكل ده فالكاميرا دي متزنة مع نفسها فنفس الكلام الحواد دي عليها احمال عليها احمال جاية من المية من جوة البرة فالحيطة اللي هي ماشية مربعة ومستطيلة دي بيكون متزنة مع نفسها زي ما قلتلك من شوية ان كل حيطة الحواد اللي جنبها شايلاء فالحواد متزنة مع نفسها طب انا يا عمي لما اجي اصمم الحيطة اللي متزنة مع نفسها دي قالك اصممها ازاي قالك بكل بساطة رح خد شريحة واحدة افقية في الحيطة من اسفل ما انا لما احب اجيب الاحمال اللي على الحيطة تقولي يا باشماندس اترام اصمم اصمم مع الكبير فاخد شريحة تحت يا باشماندس خد شريحة تحت خد شريحة تحت يعني اخد شريحة عند اكبر ضغط مية لو جاما ووتر في الاتش ووتر لو خدت شريحة في الخزان من تحت احنا عارفين ان الحيطة باينا في البلان ايه حيطة مستطيل يا باشماندس فابان لك مستطيل ابعدها ستة في سبعة طب الحمل اللي بيقصر على مين اقول لك هو حمل مسلسي فوق بسفر وتحت جاما ووتر ايتش ووتر طب انا لما اجي اصمم تصمم على اكبر حمل يا باشماندس اللي هو الحمل اللي موجود تحت اللي هو قمته بكام باربئين كيلو نيوتن على المتر الطولي طب انا كده اول خطوة في تصميم الحواط كنت يرجع للدزاين ستيبس يقول لك جيب الحمل اللي على الحواط يا عم انا خدت شريحة في الحيطة وجبت الحمل اللي على الحيطة تاني خطوة كان يقول لك ارسم اللي سترينينج اكشن اللي سترينينج اكشن انت متعلمه الساكاشن اللي فاتت بس انا دلوقت يا باشماندس هبدأ اراجع معاك انا عشان ارسم اللي سترينينج اكشن يروح تسمي تسمي الشكل المربع اللي معاك اللي هو المستطيل المتزم مع نفسه دوت A B C D وابدأ اطبق معادلة السري مومنت اكوشن زي ما خدت الساكاشن اللي فاتت عند اي نقطة وليكن النقطة دي سماها B وانت بتوع الستراكشور معلمينك ان باشماندس المومنت اللي لقيتنا عند ال B هو المومنت عند ال A هو المومنت عند D هو المومنت عند C وزي ما اتعلمت الساكاشن اللي فات ابدأ اطبق في المعادلة خد المومنت قبلي في المسافة قبلي في المومنت عند ال A في المسافة قبلي اللي هي 7 متر يبقى المومنت عند ال A في المسافة السبعة زي ادي اتنين المومنت عندي ادي اتنين المومنت عندي اللي هو اتنين المومنت بي مضروبة في المسافة قابلي زائد المسافة بعدي سبعة زائد ستة زائد المومنت بعدي في المسافة بعدي المومنت عندي السي في المسافة بعدي اللي هي الستة زي ما انت متعلم تسوي سالب ستة الر الاصطيك الر الاصطيك دي سالب ستة الر الاصطيك زي ما انت متعلم الستيكشن اللي فات قالك لو انت عندك حمل موزع يا باش مهندس الر الاصطيك بتاعته بتسوي WL تكعيب على الاربعة وعشرين فتيجي على الضلع AB دوت الار الاستيك بتاعته بكام تقول لي W الاربعين في ال L تكعيب السبعة تكعيب على الاربع وعشرين زائد الضلع الOBC اللي هو عبارة عن ال W الاربعين في ال L تكعيب اللي هي 6 تكعيب على الاربع وعشرين هتلاقي نطبقها هنا يبقى انا جبت الار الاستيك للاضلاع المرتبطة بالنقطة اللي انت بتحسب عندها تيجي تعوض المجول الوحيد عندك هتلاقي انه هو المومنت عند ال B هو هو المومنت عند ال A هو هو المومنت عند C من خصاص الشكل المغلق فتلاقي البندج مومنت ديوجرام طلع سالب 143.33 زي ما تعلمت ان السالب دي يا تباش مهندس يعني العزم جوه الشكل وبالتالي يبقى انت عندك العزم السالب اللي هو 143.33 داخل الجوة الخزان عند كل نقطة اللي هو عند ال A او B او C او D وانت متعلم ان العزم بقى فيه اتزان عزوم فبتعمل عزم وفقي وعزم رأسي تبدأ توصل بقى العزوم بتاعتك اوصلها ازاي اللي كان عندي هنا وليكن الضلع دوت عليه احمال مقدارها دي مقدارها اربعين طب انا عشان اجيب العزم تقولي العزم كم طبا باش مهندس توصل من النقطة دي للنقطة دي توصل من النقطة دي للنقطة دي اللي هو العزم السالبة وتقولي من المسافة دي من النقطة دي او خط ده المفروض تطلع قيمة دي المفروض اطلع قيمة مقدارها WL square على الثمانية WL square على الثمانية ونفس الكلام اعمله في كل ضلع بقى كل ضلع امسكه اعمله الكلام اللي انا متعلمه الساكاشن اللي فاتت ديت فلما نيجي نرسم العزم يا باش مهندس تلاقي العزم اللي موجود عندك بالشكل اللي موجود دوت احنا حسبناها على طول بقى مش موضوعنا النهاردة فالعزم دوت كيمته هنا 36 والعزم دوت كيمته 1167 وابدأ ان انا ارسم normal force diagram او straining action bending moment diagram وnormal force diagram علمك ازاي بقى باش مهندس موافع ان انا جيب normal force diagram قالك تعالى اول ضلع دوت اللي هو الضلع cd عليه حملة 40 كيلو نيوتن على المتر الطولي فكنت يا باش مهندس ركز الحملة ده اركزه ازاي 40 في الضلع بتاعك 7 يبقى 40 في السبعة بتساوي 280 طب يا باش مهندس انت بتقولي ده شكل متزم مع نفسه مين اللي شايل الحيطة dc ديت تقولي حيطة a d وبي سي فالمهم يا باش مهندس انا لما اجي انا لما اجي شد انا لما اجي شد بالشكل ده مين اللي هيتأثر بالشد تقولي الدلع اللي فوق ده والدلع اللي تحت ده ده يشيل نص القيمة وده يشيل نص القيمة فلو جينا لسلنا normal force diagram تقولي الدلع اللي فوق عليه شد والدلع اللي تحت عليه شد ليه ما هو باش مهندس تركيز الحملة ده بيشد عالدلع اللي فوق والدلع اللي تحت جميل طب القيمة ده قالك نص القيمة دي بتشد فوق ونصها تحت يبقى القيمة امتين وتمانين على اتنين مية واربعين فوق ومية واربعين تحت طب نفس القاعدة اللي انت في انته عشان تجيب كمان الشد اللي على الاجزاء التانية يقولك تعالى عالدلع اسمه ايه دي الدلع ده لو ركسته يديك كوه اربعين في ستة بمتين واربعين الشد بتعمل شد عليه شد عالدلع اللي على يمينك دوت اللي هو اسمه سي دي وشد عالدلع اللي على شمالك اللي اسمه ايه بي طب الشد دوت يبقى في شد ده عايزه تطلع مين اللي يقف له الحيطة اللي علي يدك يمين والحيطة اللي علي يدك الشمال مقومة اللي شايلنها ما قون كل حيطة الحتين اللي جنبها ومقومة اللي عاملنلها لقى التزان طب انا باش مهندس المتين واربعين دي بتشد يقولك نص الكوه تروح يمين ونص الكوه تروح شمال يبقى قيمة الشاد 240 على الاتنين يمين و240 على الاتنين شمال يعني 120 كيلو نيوتن. يبقى انا كده رسمت اللي موجودة معاك وده انت عارفه من الساكاشن اللي فاتت بس حبينا نراجع عليه. بقى انا وصلت دلوقتي ان الحيطة بتاعتي جبتها لها الاحمال رسمت لها اللي هو بندج مومن دياجرام ونورمال فورس دياجرام وبقى ايه لبس ان انا راح اصممها. تروح تصممها ازاي بقى? قال لك يا باش مهندس كنت بروح اخو كطاعات عند كل عزم. عند كل كيمة عزم. كنت بروح اخو كطاع. فتقول لي اه انا عندي العزم ده اه خد كطاع عنده ادي كطاعه. وعندك عزم سالب اه خد كطاع. وكمان عزم سالب فوق اه خد كطاع. وعندك عزم مجب في النص عند ستة وتلاتين خد كطاع. تعرف تسميلي الكطاعات دي? اه كطاع واحد اتنين تلاتة. الساكاشن اللي فاتت. عشان باش مهندس تروح تصمم. قال لك لازم تحدد نوع الكطاع. هو انواع الكطاع كانت يا اما وطر سايت سيكشن. يا اما اير سايت سيكشن. فتقول لي استنى. هو كطاع رقم اتنين دوت. العزم فين? تقول لي العزم برا. برا الخزان. يعني ناحية الهوة. لو انت مركز شوية. ناحية الهوة. فقال لك طالما العزم ناحية الهوة. يعني برا الخزان. يعني الشرخ هيحصل ناحية الهوة. فيبقى الكطاع ده اسمه اير او نوعه. كان اسمه اير سايت سيكشن. اي اس اس. ونفس الكلام الكطاع رقم تلاتة. نوعه ايه? تقول لي الشرخ لو حصل هيحصل ناحية الهوة. فيبقى اسمه اير سايت سيكشن. لكن يا باش مهندس واحد واحد. القطاع واحد واحد. اللي هو سواء الافكة او الراسي ما هو الاتنين متزهنين مع بعض. قال لك ايه? قال لك العزم جوه الخزان. يعني الشرخ لو حصل هيحصل جوه الخزان ناحية المية. فنوع القطاع ده اسمه ايه? قطاع ووتر سايت سيكشن. وانت عارف يا باش مهندس ان الووتر سايت سيكشن اخطر باختير من الاير سايت سيكشن. الساكشن اللي فاتت عتعلمت ان الووتر سايت سيكشن ناحية المية يحصل شرخ. يعني المية ده تخش تصد الحديد وتبقى انت بتبوز الخزان. فوانت بتصمم الووتر سايت سيكشن لاحتياطات كبيرة انت خدتها الساكشن اللي فاتت. فيبقى انت كده عشان تخش على التصميم. قال لك مبدئيا تروح تحدد انواع الكطاعات ان انا حددتها خلاص اتنين وتلاتة اير سايت سيكشن وواحد ووتر سايت سيكشن طب انا يا عام في الامتحان اروح اصمم الطلق قطاعات دول قال لك لا. في الامتحان نقيلي يا عام نقيلي كطاع ووتر سايت سيكشن وكطاع اير سايت سيكشن وصممهم. زي حل المثال اللي انت هتشوفه كمان شوية دلوقتي او حل المثال دوت اللي هو اصلا تطبيق على الساكشن اللي فاتت. يعني انا اروح اخده كطاع واحد واحد اللي هو كطاع ووتر سايت سيكشن راح اصممه. هو عليه ايه يا باشماندس? تقول لي عليه عنده واحد واحد المومنت بمية تلاتة واربعين تلاتة وتلاتين من مية. وعليه شد كمان بمية واربعين خلي بالك هنا الشد مية واربعين عنده واحد واحد الرأس ينوه مية واربعين. وعنده واحد واحد القفوكي. المفوض بقى كنت تسميك طاعة هاني مية وعشرين. انا ما حب اصمم. تقول لي اصمم على الشد الكبير اللي هو الشد المية واربعين. فابقى انت عندك مومنت خلاص جبته. والشد انا اصمم عندي شد هنا اوه الرأس يمطلع عليه شد مية واربعين. والقفوكي مطلع شد مية وعشرين. لا انا اصمم على الشد الكبير. لان كل ما كان الشد كبير على القطاع كل ما يحتاج حديد كتير. كل ما يكون اقمن لي. فلما اجا اصمم. تصمم على الشد الكبير. يبقى انا خلاص حددت القطاع رقم واحد. المومنت عليه بمية تلاتة واربعين. وتلاتة 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 من مية كليل نوتن متر. والشد بتاعك انا خدت الشد الكبير اللي هو مية واربعين. ونوع ووتر سايد سيكشن. خد قطاع كمان. اير سايد سيكشن تصممه. طب انا في الامتحان اخد كطاع رقم اتنين. ولا كطاع رقم تلاتة. تقول لي والله يا باشماندس كطاع رقم اتنين ده هو. لو انا خدت عنده كطاع رقم اتنين عليه مومنت كمته بمية واحد سبعة وستين من مية ما يمينش باش مال. وعليه شد بمية وعشرين. لو انا خدت عنده كطاع رقم تلاتة. كطاع رقم تلاتة عليه مومنت ستة وتلاتين. وعليه شد بمية واربعين. اه فرق الشد مش كبير قوي بس فرق المومنت كبير فقال لك خد يا عم اللي هيديك حديد اكتر فبالخبرة كده انا قلت لك مومنت مية واحد ومومنت ستة وتلاتين تاخد بين تاخد المومنت الكبير المية واحد فانا لما اجا اصمم في الامتحان قطاع ايرت سايد سيكشن خد القطاع اللي عليه سترينينج اكشن كبيرة حبتين فاخد سيكشن اتنين اللي هو عليه المومنت بمية واحد سبعة وستين مية والشد اللي موجود عليه بيساوي مية وعشرين كليلينجات ونوعه ايرت سايد سيكشن يبقى انا دخلت في خطوة التصميم المفروض اراح اصمم قطاع ايرت سايد سيكشن وقطاع ووتر سايد سيكشن وانا بحل بقى التصميم هتلاقي ان انا مختلفتش اي حاجة عن الساكاشن اللي فاتت هو تيبيكال السيكشن اللي فات تطبيع عليه يعني انت معاك دلوقتي القطاع واحد واحد عليه مومنت بقد كزا والشد بقد كزا تعال انا روح نصمم هو انا كنت بصمم ازاي بقى الساكاشن اللي فاتت اول خطوة كنت اروح اجيبي الكونكريت دايمينشن خطوة الكونكريت دايمينشن ان انت بتحسب الصمك الحقيقي للقطاع ما انت كنت فرض الصمك بكام كنت فرض الصمك بتلتمية لكن هنا بروح افرض الصمك الحقيقي هو انا يا باش مهندس كطاع عليه عزم وعلي شد كنت بجيب الصمك ازاي تقول لي انا حافز نص جزر المومنت ووركينج زائي التلاتين فنص جزر المومنت تلاتة واربعين تلاتة وتلاتين زائي التلاتين لان القطاع عليه ام وتي فليطلع معاك قيمة التي اللي هو صمك القطاع اللي انا عايزه ستمية تمانية وعشرين تروح تقربو يطلع سبعمية ملي اقربو الاقرب ميت ملي بالزيادة انا دلوقتي يا عم ايه ده يعني انت دلوقتي كنت الحيطة بتقول لي ان الحيطة انا كنت فرضها الصمك بتاعها يساوي تلاتين تلتمية ملي انا كنت فرضها منمم كنت فرض صمك الحيطة منمم تلتمية ملي ايه ده يا عم انا لما جيت حسبت لقيت دلوقتي مشكلة ان انا عايز صمك الحيطة كلها او الحيطة ايه انا عايز صمك الحيطة سبعمية ملي يعني انت عايز لما تيجي ترسم تلاقي الصمك الحيطة ده بيساوي سبعمية ملي بس واحد مركز شوية يقول لي بس استنى انا عايزة 700 ملي عند القطاع واحد واحد اللي هو القطاع عند المنطقة دي والقطاع عند المنطقة دي اللي هو كان ووتر سايت سيكشن ليه يا باش مهندس تروح تزود لي صمك الحيطة كلها في كل الاماكن انا كنت عايزة عند القطاع واحد واحد بس فيقول لك طب بص الحل الممتاز ده قال لك الحل ايه بقى يا باش مهندس قال لك زي الرسمة اللي هتشوفها كمان شوها دي قال لك ان انا هزود الصمك عن طريق ان انا اعمل حاجة اسمها هنش يعني ايه يعني انا رحت زودت الصمك عند الحتة اللي انا عايزها بس مش انت يا عاما عايز الصمك في الحتة دي وعايز الصمك في الحتة دي صمك الحيطة بيساوي 700 ملي عند سيكشن واحد واحد وعايز هنا كمان الصمك 700 ملي لكن في بقى المناطق عايز الصمك يدوب بكام بتلتمية وعايز الصمك يدوب بتلتمية لاني دوت اير سايت سيكشن ما بيفرقش معايا الاير سايت سيكشن بفرد الصمك بتاعي بنمام اللي هو التلتمية واشتغل عليه ليه تروح تزود لصمك الحيطة كلها وتخلىها سبعمية ما انا يا باش مهندس اروح بس ازود في الحتة اللي عايزة اللي هي عند سيكشن واحد واحد اللي هي عند العزم السالب اللي هي كانت وترصايت سيكشن فعمل Lei اعمل حاجة اسمها هونش تقول لي اه لما جايز الصمك ده اوت في المناطقها دي تتلقي سبعمية لما جايز الصمك ده اوت في المناطقها دي تتلقي سبعمية طب برسمه ازاي عن طريق ان انا وصل ما بينهم بخط خط دو بيكون ميلو واحد الى واحدة باش مانس فيبقى انت كده عملت حاجة اسمها هنش فانا زودت الصمك في الحتة اللي الحطة عايزة تزود الصمك فيه دي اول معلومة جديدة عندك يبقى انا لما بسمم ما صمم الكتاع واحد واحد عليه مومنت وشد روح تجيبت الكونكريت داي مينشن بتاعدي وعن طريق ان انا محتاج صمك سبعمية ملي فانا غير اقتصادي ان انا خلي الحتة كلها سبعمية ملي فارح تزودت صمك الحتة عند الحتة اللي انا عايز ازود فيها اللي عند سكشن واحد واحد بعد كده يقول لك باش ماندس تخش على الخطوة رقم اتنين اللي هي كانت خطوة اللي هي عندي طالما وانت بتشايك يعني انت بتخش بتاعك بتشايك عليها يعني بخش بالمومنت والشد اللي موجود بمعايا الام والتي خش بيهم ووركينج هو مكتوب جنبك اه ووركينج يبقى وانا بشايك بشايك بالوركينج انا معاي اقطاع عليه ام وتي فعشان باش ماندس تروح تشايك عليه كنت بروح اجيب الاجهاد الناتج من النورمال الاول اللي هو قوة الشد في عشرة وستلاتة على البي في التي يطلع معاك اتنين من عشرة ميجا بسكال زي ما انت عارف ويه اروح اجيب الاجهاد اللي عامله المومنت اللي هو كان بيساوي الامة على الزد اللي هو المومنت الوركينج في عشرة وستة على الزد اللي هي بيه في التي تربيه على الستة فيطلع معاك واحد ستة وسبعين من مية ميجا بسكال زي ما انت خدت الساكاشن اللي فاتت تروح تجمحهم مع بعض انت كده جبتي الاجهاد الفعلي اللي موجود على القطاع الناتج من المومنت والشد اللي هو طلع واحد ستة وتسعين من مية ميجا بسكال كان يقولك الساكاشن اللي فاتت ان انا بقارن الاف سي تي ديت ان هي لازم تكون اقل من او يساوي اجهاد الشد في عالخلصانة اللي انا بسميه اف سي تي ار ده مش بس كده ده انا بقسمه على معامل امان اللي هو اسمه ايت او واحد ايت فقال لك باشمواندس يبقى انا انا جبت الاجهاد الفعلي اللي موجود على القطاع الاف سي تي اروح اقرنه بالاجهاد المسموح به اللي هو الاف سي تي ار اللي هي بتساوي ستة من عشرة جازر الاف سي يو اللي هي ستة من عشرة جازر التلاتين اللي مداني في المسألة تطلع تلاتة بوينت اتنين تمانية ميجا بسكال واروح اجيب معامل الامان بتاع الاتا واحد بالاتا كنت باجيبه عن طريق حاجة اسمها التيف فيرشول فلو كنت رحت جبت التيف فيرشول هتطلع اكبر من ستمية ميلي فاتاخد الايتا واحد في الايتا بتساوي واحد واربعة من عشرة زي السيكشن اللي فات بالزبط وانا اقسم الاف سي تي ار على معامل الامان بتاعي يطلع اتنين اربعة وتلاتين يعني انت عايز تقولي ان الاجهاد الفعلي اقل من او يساوي الاجهاد المسموح به فبالتالي يبقى انت امن او سيف طبعا لو كان اكبر منه اه زي السيكشن اللي فات قالك تروح تزود السمك بتاع القطاع وترجع تحل تاني طب انا كده اول خطوة رحت جبت مع قطاع عليه مومنت وشد فبالتالي رحت جبت رحت شيكت رحت بقى اصمم فقالك طرمت تداخل خطوة الديزاين اللي هي خطوة اللي تجيب بها الحديد اللي انا بخش الديزاين طبعا لما انت داخل خطوة الديزاين فلازم تخش بالخطوة اللي هيجيب بها الحديد يعني اول حاجة تعملها وانت داخل برجلك اليمين ان انت تجيب للمومنت والشد فتلاقي ان الشد اللي هو بيساوي واحد ونص في يعني يطلع معك مية واربعين في واحد ونص يطلع ميتين وعش كلي نيوتن والخطوة التانية ان انا روح اجيب المومنت فالمومنت معاك بيساوي واحد ونص من المومنت يعني واحد ونص في مية تلاتة واربعين تلاتة وتلاتين من مية يطلع معاك ميتين واربعتاشر تسعة وتسعين من مية وتروح خلاص قطاع عليه زي ما تعودت اللي فات كنت بروح اجيب اللي عبارة عن م تطلع واحد واتنين من مية متر والقارنة بالتي على الاتنين نقص الكفر اللي هي التي على الاتنين يعني السبعمية على الاتنين يطلع تلتمية وخمسين نقص الكفر خمسين يعني تلتمية فالي تطلع اكبر من يعني وتعيش حياتك بقى باشمهندس ان انت تصمم باستخدام وعندك تروح تجيب حاجة اس اللي عبارة عن اللي عبارة عن تي في ال اس وبناء عليه معاك تخش على اجيب الدبس اللي هو السبعمية نقص خمسين اجيب ستمية وخمسين اعوض بقانون اجيب السي واحد بتسعة وخمستاشر من مية من اروح اجيب الحديد اللي انا متعلمه اللي فات ان بتساوي الام الاتن اس فعش اص عليف في الج في دي وعندك كمان قوة شد يبقى زائد كل كله كنت بقسمه على البيتا كراك لان دو تروح تجيب الحديد منك الحديد دو هي يساوي يقول لك الف ترتمائة وسبع البيتا كراك البيتا كراك دي بفر الكتر واجيبها وعوض اجيب الحديد فانا فرطت الكتر ان انا استخدم فايس التاشر فالبيتا كراك لما استخدم فايس التاشر البيتا كراك بخمسة وسبعين ممية ومنها اروح اجيب الحديد 1743 تحوله للسياق يطلع 9.16 عن متة تون كلام ده مش جديد كلام دوت طبعا لازم تكون شايف الفيديو بتاع السيكشن لو لاني وفيديو السيكشن التاني اللي هو والتصميم فالكلام ده مشروح بالتفصيل في السيكشن اللي فاتت انا في الامتحان بس بعلمك ازاي تحل فانا ادخلت صممت واحد واحد اللي هو عليه مومنت وشاد خش يا عم على القطاع اتنين اتنين اللي هو القطاع عليه مومنت بقيمة 101 كلي نيوتن متر وعلي شاد ووركنج 120 كلي نيوتن خش بقى صممه زي تانية مدني بالزبط ولا بقى في صمك تجيبه مش هتستخدمها ولا هتعمل انت هتخش على خطوة التصميم بالزبط يعني انت ما تجي تخش هتخش على خطوة التصميم اللي هي بالزبط هتبدأ من هنا وانا بحل حل حل تيجي نقول بتا كراك تشيلها ما بستخدمش بتا كراك بصمم زي تانية مدني بالزبط فانا هبدأ تصميم الكطاع ده منين هتبدأ من خطوة الدزاين على طول ولا لكنك شايف البيتا كراك دي تجيب الحديد تحوله للسياخ هيطلع معك 10 18 على الميت الطول يبقى الكطاع واحد واحد اللي هو الكطاع اللي عند الهونش اللي انا زودتله السمك دوت اللي هو العزم جوه عايز 9.16 والقطاع اللي هو في النص دوت عايز حديد 10.18 هنشوفه بقى في تفاصيل التسريح هنرسمه ازاي يبقى انت كده في لو راجعناك هتلاقي ان انت يا باشمهندس اتكلمت على اول حاجة فرط تساوي تساوي 300 ملي خد الوال لوحدة جبت الاحمال اللي عليها بدأت ان انت رسمت لها خد اقطاع وقتاع ورح تصممته قال لك بقى لك تخش على المطلوب رقم 3 او على الخطوة رقم 3 اللي هي خطوة الفلور قال لك يا باشمهندس بالنسبة للفلور نفس الكلام اول حاجة اروح اجيب الحمل اللي على الفلور هو يا عم ايه انا معايا الارضيات فبكل بساطة عندك احمال جاية من فوق لتحت احمال موزعة على الارضية اسمها وعندك احمال رقصية موزعة على المتر الطولي هنفهم جاية منين كمان شوية اسمها البي وول قال لك تعالي نحسب واحدة واحدة كده هو ايه البي فلور دي زي ما انا متعلم اي اي بلاطة عليها وزنها وعليها الفلور كافر هنا في الخزانات انا باخد الارضية وزنها بس اللي هي جاما كونكريت في الصمك بتاعها اللي هي جاما كونكريت في تيفلور مانا بسمي الصمك الارضية تيفلور فيبقى وزنها جاما كونكريت في تيفلور الفلور كافر بنهمله عندك بس استنى انا عندي اي حملة على الارضية كان وزنها والفلور كافر واللايف لود فوزنها جبته جاما كونكريت في التفلور الفلور كافر أهملته طب اللايف لود الحمل اللي موجود معاي قالك ده انت عندك الخزان ده بمليان مية فالمية ده باش مهندس بتأثر على الأرضية بوزن مية هو وزن المية كهام قالك جاما ووتر في الاتش ووتر فابقا أنا داخل على الفلور الفلور ديت عليها أحمال موزعة كومتا جاما كونكريت في التفلور زائد جاما ووتر في الاتش ووتر اللي هو وزن المية اللي ينازل بيأثر على الأرضية يبقى المية بتأثر بضغط جانبه على الحواط وبتأثر على الأرضية بوزن راسي طب يا باش مهندس تيجي تعوق بقى في القانون دوت نجيب الدبي فلور الجاما كونكريت في التفلور التفلور بي 3 من 10 أنا فرضها الجاما كونكريت بـ 25 زائد الجاما ووتر بـ 14 الاتش ووتر الارتفاع على المية هو مدوني في المثال بـ 4 متر يطلع معاك 47.5 كيلو نيوتن على المتر المساطح كده أنا جبت الدبي فلور المال ايه عم؟ الحمل اللي نازل قالك الحمل اللي نازل ده قالك الحمل اللي نازل ده اللي هو البي وول البي وول على المتر الطولي قالك ده وزن واحد متر طولي من الحيطة ايه ده؟ وانت لو مركز شوية باش مهندس الحيطة دي ماشية طوالي كده فالحيطة دي ملاه متشال على مين؟ وزنها نازل على مين؟ تقول لي وزنها نازل على الارضية اللي موجودة على ايدك الشمال فوقه؟ وزنها نازل على الارضية اللي موجودة فعشان اجيب وزنها قالك يا عم خد واحد متر طولي وجيب لي وزني خد واحد متر طولي ويبقى الوزن اللي انت جايبه موزع على المتر الطولي موزن الحطى ده هيروح لمين هيروح للارضية اكتب كده عندك في كشكولك ملحوظة لو الارضية مدهاني عاملة بالشكل اللي انا برسمه دلوقتي حالا نستنى كده نمسح كده لو هو مدين الارضية بالشكل اللي قدامك ده وفيه قامرة هنا وقامرة هنا وقامرة بقى الربطة ما بينه انا هروح برضه وانا بصمم الارضية اروح احسب البي وول على المتر الطولي ولا مروحش قالك لا لو انت الحطى دي ده ملحوظة على جنب برا المسألة لو الحطى تحتها قامرة سقطة فيقولك لا ده حمل الحطى باشموندس هيروح مباشرة عالقامرة السقطة حمل الحطى هيروح مباشرة عالقامرة السقطة فاو انت بتصمم الفلور جيب لها بس ال دابيو فلور لكنك مش شايف البي وول على المتر الطولي يبقى دي ملحوظة على جنب لو انت عندك قامرة سقطة تحت الحطى فاقولك الحمل بتاع الحطى هيروح للقامرة السقطة عرطول فاو انت بتصمم الفلور ولكنك شايف حمل الحطى لكن انا هنا في المثال ما حصلتش والله يا باشموندس هنا في المثال لا انا عندي الحطى مرتكزة على الارضية مفيش كاميرا تحتها فلازم اخد الحمل بتاعها البي وول على المتر الطولي اخده معايا في الاعتبار وانا بصمم الحطى وانا بصمم الارضية عفوا فانا البي وول على المتر الطولي ده وزن واحد متر طولي من الحطى اللي انا واخدها الواحد متر دوت واحد مسحصح شوية يقول لي ده كمان باشموندس في وزن غطاء الخرصاني لو موجود لا ده وزن غطاء خرصاني او اللي هو مدوني هنا ما ادونيش خرصاني بقى ادوني ميتا 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 الكافر يعني ايه غطاء معدني كده موجود فوق فده وزن الغطاء اللي ايه اللي موجود الغطاء اللي هيغطي الخزان يعني لو اداك قالك ان فيه غطاء هيغطي الخزان زي ما مدي لك كده الميتل كفر بنص كيلو نيوتن على المتر المسطح فباش مهندس الوزن الغطى اللي انا محطه دوت هينزل على مين ينزل على الحائط ومن الحائط دوت متشال على مين على الارضية فينزل للفلور فقوعة تنسى انت عندك وزن اللي هو وزن الكفر اللي انا بسميه متل كفر عندي مديني اقللك فيه الخزان ده هنغطيه من فوق عشان ما فيش حاجة اقع فيه فقاللك ان الوزن ده هيروح للحيطة لانه متشال على الحيطة وبعد ما يروح للحيطة يروح للفلور فيبقى وانت بتحسب البي وول على المتر الطولي تعالى بقى نحفظ قالك يا باش مهندس هو عبارة عن وزن واحد متر طولي من الحيطة اللي ايه عبارة عن ايه الحيطة دي حيطة خرصانة فيبقى بضرب الجاما كونكريت في التي وول في الاتش وول في الواحد متر من اقلتلك انا يا باش مهندس انت بتقول للحيطة ايه انا ااخد واحد متر منها فتقول لي عشان اجيبه وزن الواحد متر الوزن جاما كونكريت في الحجم فالجاما كونكريت اوه حجمها كام تقول لي حجمها الارتفاع بتاعها اللي هو الاتش وول اللي هو باربعة متر ما انا باخد ارتفاع الوول هو ارتفاع المياه من الاخر للسهولة فالاتش وول باخد واربعة متر وعندك السمك بتاعك الوول اللي هو بيسمى تي وول اللي موجودة معايا ومضروبة في الواحد متر فيدي القانون جامع كونكريت في التي وول في الاتش وول والواحد متر ههمله ليه لان انا حسب على المتر الطولي زائد وزن الغطاء الخرصاني هو الغطاء الخرصاني مش قلت لك الغطاء ده باش ما انت اسمه غطي الخزان من فوق يعني ابعاده هتكون واحد واربعة وواحد يعني ستة متر والناحية التانية هتبقى سبعة متر عشان ننقل الحمل بتاعه على المتر الطولي اعمل ايه قالك تركز الحمل دوت يعني يا باش مهندس تضرب الفلور كافر اللي هو الكافر اللي موجود معاك النص كيلو نيوتن على المتر المسطح دوت اضربه في المساحة يبقى انت ركزته طب انا عايزه على المتر الطولي اقولك اقسمه على مجموع اطول الحواطع على المحيط بتاع الحيطة اقسمه على محيط الحيطة اللي موجودة عندك يبقى انت كده جبته على المتر الطولي انا فهمت دلوقتي احفظ يبقى انا عشان اجيب وزن الغطاء اللي موجود بيغطي الخزان يبقى الوزن على المتر المسطح اضربه في الاريا يبقى انت ركزته يبقى انت ركزته اقسمه على المحيط بتاع الحواطع اللي انا بسميه سيجما الوول يبقى انت جبته على المتر الطولي لو جينا نعوض دلوقتي يا باشماندس انت عندك الجامة كونكريب بخمسة وعشرين تي وول اللي هو السمك الحيطة بيتساوي تلاتة من عشرة في الاتش بتاعة الحيطة باربعة زائد الكفر اللي هو مغطي الخزان من فوق ده واتباش ماندس اكتبه كفر عشان ما تطلق بطش بلاش اف سي ديت اكتبه كفر عندك في الورق كده معلش اكتبه الكفر عشان تعرف ان ده الكفر اللي بيغطي الخزان من فوق مضروف في المساحة يبقى الكفر بكام هو مدوني معطى بنص كيلو نيوتن على المتر المسطح اضرابه في المساحة اللي هي مساحة الكفر اللي هي مساحة الخزان من تحت اللي هي مغطي الخزان كله سبعة في ستة اللي احنا كنا جايبينها من شوية على المحيط بتاع الحيطة اللي هو سبعة زائد ستة في اتنين يديك يا باش ماندس حمل موزع على المتر طولي اللي هو كمته تلاتين وتمانية من عشرة كيلو نيوتن على المتر طولي يعني انت دلوقتي الخطوة الاولى اللي هو خطوة الفلور اللي جبتها كان يقول لك اللي هيزيد في الفلور اننا باروها اعمل خطوة اسمها لود ديستريبيوشن باروها اعمل خطوة توزيع للأحمال طيب يا عم هو انت يتوزع الأحمال ازاي قال لك لو انت معاك الأرضية بالشكل دوت فالأرضية دي يا باش ماندس عليها حمل كابولي ما الأرضية لو انت جيت خدت بالك الحتة دي كابولي والحتة اللي على الشمال دي كابولي فحملها يروح لبيد حملها يروح للقامرة فيروح حمل كل كمته ده بفلور ونفس الكلام كل كابولي يوجد للقامرة اللي قدامه حمل اسمه دبيو فلور طب البلاطة اللي انا يا باش ماندس محطة باربع قامرات دي يقول لك لا دي المفروض بوزع الأحمال بتاعتها الحمل اللي في الاتجاه القصير بسميه دبيو ألفا اللي هو في الاتجاه القصير والحمل في الاتجاه الكبير قال لك بقديله دبيو بيتا داش معنى لان البلاطة دي بلاطة تو وي يا باش ماندس لو قسمت ال L لونجة على ال L شورت هتلاقي ان هو اقل من الاتنين فيبقى بالتالي البلاطة دي تو وي فلازم توزع الحمل بتاعتها المال واحد بقى مركز شوية ولا ان البلاطة دي مثلا يبقى لأ مش هوزع احمال الحمل كله بيمشي في الاتجاه القصير لكن انا في المسألة بتاعتي البلاطة خمسة على الاربعة البلاطة دي باش ماندس طلعت اقل من الاتنين يعني بلاطة تو وي وبالتالي يبقى وزع الأحمال توزع الأحمال ازاي زي تانية مدني الحمل في الاتجاه الوصير اسمه ده بي ألفا والحمل في الاتجاه الطويل اسمه ده بيوبيتا طب انا خلاص وزعت الأحمال ده بي ألفا وده بيوبيتا يقولك ان انا كمان اوعى تنسى ان الحوائط باش ماندس منزلة على المتر الطولي احمال اسمها بيوول اللي هي جاي على المتر الطولي بالشكل ده طب تعال يا عم بقى نحسب كل حاجة بالتفصيل الممل انت الدبيو فلور خلاص عارفها كمتها ب سبعة واربعين ونص والبيوول على المتر الطولي انت عارفها بتلاتين وتمانية من عشرة طب الدبيو ألفا والدبيو بيتا قلك تستخدم بقى القانون اللي اسمه اللي هو عبارة عن الام لونج في الال لونج على الام شورت في الال شورت اللي باش مهندس اعوض فيه ازاي تعالى كده نعوض فيه بالقلم كده عشان تفهم انا كنت في تانية ما ده ايه اقول لك الطولي الكبيل الال لونج للبلاطة المحطة باربع كمرات اللي هي بكام تقول لي بخمسة ما البلاطة الخمسة فاربعة فالالل لونج بخمسة والالل شورت بكام الالل شورت باربعة طب الام لونج قالك الام لونج ده معامل استمرارية لو هي باش مهندس مستمرة من مش مستمرة من ولا جا مش مستمرة من ولا جا كانت بتاخد الام بواحد لو مستمرة من جاة واحدة كنت بقى اخد الام بتاعتي بسبعة وتمانين من مية طب لو كانت مستمرة من الجاة تين قالك لو مستمرة من الجاة تين خد الام بستة وسبعين من مية فتح دماغي بقى وركز معاي تعالى كده الاللي ننجب كام بخمسة تعرف تمشي ايديك في اتجاه الخمسة اللي هو الاتجاه الراسي ده مشي ايديك كده اه تقول لي والله يا باشمان استجاه الخمسة اه فوقه ممتد وتحته ممتد يعني ممتد من الجاة تين يعني الاتجاه الام لونج بكام بستة او سبعين من مية لانه ممتد من الجاة تين ونفس الكلام الاللي شورت بكام باربعة متر مشي ايديك في اتجاه الاربعة متر مشي ايديك في اتجاه الاربعة متر لو مشيت ايديك في اتجاه الاربعة متر تلاقي ان هو ممتد على ايدك لمن في بلاطة على ايدك لمن ومستمر على ايدك الشمال في بلاطة على ايدك الشمال فمعامل الاستمرارية كمان تحت بستة وسبعين من مية لو جيت عوضت بقى زي ما احنا كابين كده في الباور بوين طوت هتلاقي ستة وسبعين في خمسة على ستة وسبعين من مية في الاربعة يطلع الار بقيمة واحد وربع طيب كنت بجيب دلالة الارضي اخش جدول يجيب منه الالفة والبيتا لو دخلت كتاب الجداول هتلاقي باش مهندس فيه تلك جداول تحت بعض انت عارفهم جدول اللي هو القود المصري وجدول ماركوس وجدول جراشوف استخدم اني جدول قالك تستخدم جدول جراشوف اللي هو الجدول التالت والاخير شمعنا قال لي لاني قالك باش مهندس لو انت اللايف لود بتاعك اكبر من خمسة كيلو نيوتن على المتر المسطح تستخدم جدول جراشوف وانا المية وزنها بيكون عالي ففي الخزانات انا باعتبر اني اللايف لود اكبر من خمسة كيلو نيوتن على المتر المسطح يعني وزن المية كبير فبستخدم جدول جدول جراشوف فتدخل جدول جراشوف دوت تلاقي ان الالفا عند نتيجة الار بواحد واربع طاقة او واحد وربع تطلع الالفا بوينت سبعة زيرو سبعة والبيتاب بوينت 1989 طيب اوب بقي بالبساطة تجيب كلمة الدابيو ألفا والدابيو بيتا ازاي افكرك كنت انت بتقول ل الدابيو ألفا تساوي الالفا مضروبة باشمواندس في الدابيو فلور فانا جبت كلمة الدابيو فلور خلاص اضربها في ألفا اجيب قلب دابيو ألفا طيب والدابيو بيتا قال لك اضرب بيتا في دابيو فلور فانت تجيب W alpha 33.58% والW beta تجيبها ب13.91% كيلو نيوتن على المتر المسطح يبقى انا كده جبت كل الاحمال اللي موجودة عندي في البلاطة W alpha والW beta والW floor والحمل اللي جاعة بتاع الحيطة على المتر الطولي اللي هو B wall على المتر الطولي يبقى انا وصلت للاحمال اللي موجودة عندي وعملت خطوة load distribution بالشكل اللي موجوده قدامك عايز بقى تخش على الخطوة اللي بعد كده اللي هي خطوة اللي انا برسم اللي مقصرة معايا على البلاطة واخد الكيام اروح اصمم عليه طب يا باشمهندس عشان ترسم اللي انا برسم لازم تاخد شرايح فانا روح اتخدت شرايح في اتجاه الاحمال شريحة وفقية اسمها واحد واحد وشريحة رقصية اسمها اتنين اتنين قالك الشريحة واحد واحد لو انت خدتها دي شريحة باشمهندس خد كده شريحة في نص البلاطة اللي موجودة عندك فتلاقي ان الشريحة دي متشالة هنا على قامرة ومتشالة هنا على قامرة يبقى حطيت ركيزة وركيزة اللي سبيسنج ما بين الركيزة والركيزة الركيزة اربع متر وعندك كابولي على يمين واحد متر وكابولي على الشمال واحد متر عليهم احمال قالك الكابولي اللي عليمين واحد شمال عليها احمال دابيو فلور كمتة سبعة واربعين ونص والاحمال اللي في النص اللي هي ما بين الاسبيسنج اللي هي في الاربع متر اللي هي ما بين الركيزة والركيزة عليها حمل موازي للشريحة اسمه دابيو الفا كمتب تلاتة وتلاتين تمانية خمسين من مية قال بقى يبقى لك حاجة انت نسيت حطاه تقول لي اه انا يا بش مهندس واخد شريحة عرضها واحد متر زي ما كنا بنصمم البلطات زمان فقالك مش انت لما تاخد شريحة عرضها واحد متر تلاقي حمل الحيطة نازل حمل مركز ما قال حمل مركز كل متر منزلك حمل مركز كل واحد متر منزلك حمل مركز فانا ما ااخد شريحة عرضها واحد متر تلاقي ان في حمل مركز اللي هو اسمه البي وول اللي هو قمته بكام بتلاتين وتمانية من عشر قدر ارسم البندج مومن دياجرام ارسم العزم بتاع الكنتليفر الحمل المركز في الواحد متر زائد الحمل الموزع في الواحد متر في النص متر ركزه واضربه في المسافة النص يطلع معاك العزم على الكنتليفر اربعة وخمسين خمسة وخمسين من مية وبالتالي تروح اباش مهندس توصل ما بينه متنزل العزم الموجة بيطلع ع 12 واحد وستين انت معلم في الحتة دي بقى طيب الشريحة اتنين اتنين نفس الكلام خد شريحة في اتجاه الاحمال هتلاقي عليها عالكوابيل دابيو فلور في النص فيه دابيو بيتا كمته تلاتاشر واحد واسعين من مية والحمل بتاع الحيطة اللي هو حمل مركز كمته تلاتين وتمانية تروح ترسم العزم هتلاقي العزم عالكوابيل اربعة وخمسين خمسة وخمسين من مية والعزم في النص مش هيقلب هيطلع 11 بوينت او تمانية طب يا باش مهندس تخش خلصت خطوة اللي انا جبت المفروض ان انت تعمل تحدد قطعات وتروح تصممها زي السيكشن اللي فات بالزبط فانا ما علي ان انا اقول لك ان انا عند قطاع يا باش مهندس الكطاع اللي في البلاطة ده اللي هو عند العزم اربعة وخمسين خمسة وخمسين من مية الكطاع دوت العزم جوه ناحية المية ولا ناحية تقولي لا البلاطة لما يحصل لها عزم فالعزم ده يا باش مهندس جوه ناحية المية يعني الشرخة يحصل ناحية المية يعني اسمه وقطاع هنا هو يا باشماندس اسمه عليه القطاع عليه مومنت بس تروح تصممه زي الساكاشن اللي فاتت وبرضو نفس الكلام لو خدت القطاع ده هتلاقيه ووتر ساكشن اربعة وخمسين خمسة وخمسين من مية يبقى انت كده حددت القطاعات والمفروض تروح تصمم قطاع ووتر ساكشن وقطاع زي الساكاشن اللي فاتت بالزبط ما فيش اي حاج جديد يبقى انا كده خلصت تصميم الفلور يبقى انت لو ركزت معايا ان يا باشماندس اول حاجة الكونكريت داومينشن رحت فرطها تاني حاجة مسكت الول رحت صممته تالت حاجة رحت مسكت الفلور جبت الاحمال اللي عليها عملت لود ديستربيوشن رسمت اللي سترينينج اكشن خدت قطاعات خدت منهم قطاع ووتر ساكشن صممته وقطاع ايرت ساكشن صممته يبقى لي الخطوة الاخيرة اللي هي خطوة الرينفورس من ديتيلز اللي هي خطوة رسم تفاصيل التسليح قالك عشان ترسم تفاصيل التسليح امشي معايا الخطوات بتاعتي واحدة واحدة اول حاجة قالك ارسمي الخزانة باشماندس نص يبين التسليح ونص يبيني على الابعاد الخرصانية فانا لو رحت رسمت البلان او رسمت الاليفيجن قدامك اوه نص الاليفيجن سايبه فاضي ارسم عليه التفاصيل التسليح ونص الاليفيجن معشره عشان اوضع عليه الابعاد الخرصانية فيقولك قد بقى قللي سمك الحيطة دي قديه سمك الحيطة قديه سمك الفلور هنا قديه سمك الفلور هنا قديه قالك والله لو سمك الفلور احنا واخدينه هيطلع مثلا تلتميت ميلي وليكن او في التصميم بقى يطلع اكبر من كده خمسمية مثلا فقالك الحيطة دي تصغر عنه ميت ميلي فيبقى انت عندك دي مثلا لو دي خمسمية فده تطلع ربعميت ميلي قالك القمر ده بفرده ماتين وخمسين في ستمية وفي سبعمية الوول انت باشماندس قاطع في النص فالوول عندك اللي هي تلتميت ميلي فانت تبين الابعاد الخرصانية عندك بعد كده ترسم البلان وتوضع عليه برضه اللي هو الابعاد بتاعتك خلاص انت رسمت الاليفيجن ارث اه تقدر تسقط البلان من الاليفيجن ده اه عادي خالص انت عندك الحدود الخارجية للغزانة قالك باشماندس لما تقطع وتبص الفوق فانت عندك النقطة بتاعة الحيطة اللي جوه ده انت مش شايفة النقطة بتاعة الحيطة اللي جوه ده انت مش شايفة فبان لك ايه قالك تبان جوه خط منقط فالخط المنقط ده دلالة عن الحائط انت النقطة اللي فوق اللي في الحيطة ده ايه والنقطة اللي انا بغشرة لك باللون ده وبغشرة لك ده انت مش شايفة فبان خط منقط طب ايه فيه ايه تاني قالك لو انا قطع وبصص لفوق فانت قطع ان هو في اعمدة قطع في اعمدة وقمر موصل ما بينه فيبان البلان زي اللي هو كان من دولك فانا انا اللي هو تبافهم ايه البلان وايه الاليفيجن فانا رسمت الخزان نص موضع عليه التسليح ونص موضع عليه لابعاد الخرصانية نص العليمين اللي متهشر ده اكتب بس انت بيديك كده لابعاد الخرصانية ورسمت البلان تعالا باه نبدأ باش مواندس نحط التسليح قالك الخطوة رقم اتنين ضع التسليح مكان العزوم وركز اوي انت كنت واخد شريحة واحد واحد اللي هي الشريحة الافقية دي فقالك باش مواندس كان ده شكل العزم عزم سالب لفوقه وعزم سالب لفوقه وقالك قلب بعزم موجب فده الشريحة قال لستريب واحد واحد فارسم لها التسليح ارسم لها التسليح ازاي واحدة واحدة كده بص معي على الاليفيجن التسليح على الاليفيجن قالك انت عندك باش مواندس عزم موجب لتحت من الركيزة للركيزة فلما حب اسلح احط حديد رئيسي سفلي تحته ليه؟ عشان العزم الموجب فقالك باش مواندس انا كنت بحط الحديد من العمود للعمود يعدي وش العمود لو رسمته على البلان طبعا انت رسم نص الاليفيجن البلان اه يكون باش مواندس السيخ من الاول للاخر كده رسم السيخ السيخ السفلي اللي انت حطه ده ليه؟ عشان العزم الموجب اللي تحت بس انا متعود ان السيخ لازم يعدي وش الركيزة فهو فعلا عد وش الركيزة الركيزة القمرة فيعدي وش القمرة نوه ويعدي الناحية التانية وش القمرة وتيجي نوه كمان معدي وش القمرة فده السيخ السفلي ده حطيته ليه؟ حطيته عشان العزم الموجب طب العزم السالب اللي فوق احطله الاسياخ ازاي؟ تركز معايا واحد يقول لك انا يا عم احط السيخ اهو وامشي كده وامشي السيخ كده يبقى انت كده غطيت العزم السالب اقول لك لأ انت الاخدة دي لو خدناها برا تقولي السيخ عامل ازاي؟ السيخ عامل كده اهو يعني انت عايز تقولي ان ده فيه كوة تشد كده وده فيه كوة تشد كده فيبقى محصلة كوة تشد البرا ناحية الكفر ناحية الحطة الضعيفة فيحصل ان هو ينتر الكفر فيقولك الحل ده حل غلط كانت تفاكر في السلالم يقولك اعمل ايه؟ اعمل حاجة اسمام قص فاه المفروض ان انا اعمل يا باشمهاندي اسمام قص كده واعمل كده ام قص كده ركز اوه في الحطة دي قالك طب ايه رأيك؟ ان انا هعمل لها تفصيلة زي اخت اللي انت عملها دي اخت اللي انت عملها دي نفس الفكر ان انا بدل ما اعمل السيخ واعمل مقص ومقص وصلتوا ببعض عمل زي شوكة لافف ميدور كده اوه لافف ميدور وغطى العزم ده اسهل في التنفيذ بالنسبالي وابقى انت غطيت العزم السالب وعملت الشوكة ونفس الكلام اللي عملته يا باش مهندس فوق في الاليفيجن تسقطه تسقطه في البلان تحت اللي عملته على الشمال هو خول اللي تعمله علي مين ليه عملت التفصيلة دي؟ عملتها يا باش مهندس عشان ما ينفعش عمله سيخ واحد هينطل لفوق فلاسن تعمل مقص فدي هي السيخ اللي بيتنفس في الواقع بيبقى كده يبقى انت كده غطيت العزم السالب غطيت العزم السالب اللي فوق وغطيت العزم الموجة يجي الخطوة رقم 3 يقولك حط في الاماكن الفضية حديد انك ماش لان انت سمك البراطة سمكة اكبر من 160 ميلي فاي حتة فضية حط فيها حديد انك ماش فاقولك اهل حتة ده باش مهندس حتة فضية فتحط لي فيها حديد انك ماش لازم ييجي من الاول ويغطي يغطي يغطي ويخش الوش القمرة تسقطه تحت نوه واللي عملته على الشمال تعمله على اليمين عندك المنطقة دي منطقة فضية فتحط لها حديد انك ماش تسقطه على البلان تحت يبانبي السيخ ده هو وطبعا اللي هو الواصلة اللي حصلت دي اللي هي الواصلة ما بين الحديد السانوي والحديد الرئيسي اللي هي 250 ميلي او 12 ماكسموم ايوهما اكبر اللي هي الواصلة اللي حصلت ما بين السيخين الرئيسي والسانوي ده يبقى انا كده رسمت الخزان نص للتسليح ونص للتوضيح لابعاد الخرصانية حطيت التسليح مكان العزوم للستريب واحد واحد الرئيسي العزم العلوة حطيت له حديد رئيسي فوق والعزم السفلي حطيت له حديد رئيسي تحت في المناطق الفاضية حطيت حديد انكماش بالشكل دوت فيبان الفيجن هو ويبان في البلان يقول لك باشمهندس طب دوت للشريحة واحد واحد المال بالنسبة للشريحة اتنين اتنين اللي هي ايه اللي هي الشريحة اللي في الاتجاه الرئيسي ده مش دي برضو عايزة حديد تقول لي اه طب احط له الحديد ازاي تقول لي ده العزم يا باشمهندس ماقلبش العزم علوي فطالما العزم في الشريحة دي بماقلبش فيبقى انا اعمل الوصلة شفت انت اللي انا عملته في اليمين والشمال اه انا اعمله فوقه تحت بس العزم ماقلبش ماقدرش اعمل وصلة في منطقة عزم فماش يوم من الاول للاخر سيخ واحد يبقى اللي انا عملته عليمين وعالشمال اللي اعمله فوقه تحت تلاقي العزم ماقلبش توصلهم كلهم خط واحد اشمعنا لان باشمانس العزم ماقلبش يبقى دوت يسيخ واحد ليه لان العزم فوق ماقلبش امال لو العزم كان قلب اعمله زي الشرحة الافقية يمين وشمال اللي انا عملته عليمين والشمال اللي بيغطي عزم السالب وفوق ما بينه حديد انكماش طيب المنطقة الفاضية قالك المنطقة اللي تحت المفروض بقى مش هتحط حديد سفلي في الاتجاه التاني مش هحط حديد سفلي يقول لي لا حط حديد انكماش كمت قد 6.10 عالم متر طول تحط برضو من الركزة لركزة وتحط عندك فوق تحت ده واحد ممتاز كمان شوية هيقول لك يا عم انت عملته كده ليه انا هنا عملت سي خزرق لان ده حديد رئيسي فممكن يطلع مثلا الحديد الرئيسي ده لما اجا صممه يطلع معايا 6.12 مثلا لكن انا هحط حديد اخضر هنا 6.10 وده 6.10 فوفرت لنفسي حديد انك ماش لكن السيخ الرئيسي ده اللي انت مقطعه ده انت يا عم ده 6.10 وده 6.10 وده 6.10 انت لم قطعهم ده انت زودت لي وصلاة فيقول لك اه ده انا ممكن كمان واحد يقول لنا يخلي السيخ كل حتة واحدة فاقول لك ممتاز باشموندس وحلك صح 100% فبقى عايز تعمل ده صح عايز تعمل صح بس السيخ الاحمر ده هو ده باشموندس السيخ الاكثر اقتصادية لان كده كده السيخ كلها 6.10 متر طول السيخ انكماش ولا لها اي لازمة طيب السيخ اللي باين ده تبال اللي موجودة في ستريب 2-2 تبال لك ازاي في واحد ممتاز شوية يقول لك اللي السيخ الخضر دي تبال نقط بالشكل اللي قدامك دوت السيخ السفلية والسيخ القلوية الحمر دي تبال نقط حمر بالشكل دوت لان نافل الاتجاه التاني فبقى انت كده رسمت التفاصيل التسليح كاملة للبلاط الفلور في اتجاه واحد واحد واتجاه 2-2 وكده 100-100 طب باش مهندس الحيطة قال لك الحيطة تفاصيل تسليح عمل ازاي تقول مبدئيا كده انا متفق مع حضرتك ان الحيطة ماشي طوالي الحيطة دي باش مهندس العزم اللي جاي عليها قال لك انا كنت واخد شريحة افكية فالعزم اللي جاي جاي افكي يعني العزم اللي جاي كان عامل ازاي كان العزم عامل زي ما يرسوملك دلوقتي حال انا العزم كان عامل كده على الحيطة دي فامين اللايقام العزم ده تقول اللايقام العزم ده حديد طولي بالشكل ده حديد طولي طوالي حديد ماشي طوالي طب الحديد اللي ماشي طوالي ده يا باش مهندس قال لكن انا لما جار سيم في ال 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 ارسم ازاي قال لك نقط فانا مبدئيا كده خدني دلوقتي كده قوت زي ما انا باشرح الولد ايه هتلت ساق فيها دلوقتي وانا شرح بالتفصيل كمان شوية ان الحديد الرئيسي حديد يا باش مهندس ماشي طوالي فيبني نقط طب الحديد ده مش عايز حديد يمسكه اه يقول لك في الموقع عشان باش مهندس تتأكد ان المسافة من السياق دي ماشي واحدة طوالي ما يحصل ش النهية تتحرك من مكان يقول لك بحط حاجة اسمه حديد توزيع يبقى الحديد ده حديد رئيسي وبحط له حديد اسمه حديد توزيع الحديد التوزيع اللي يبقى انا اللي ازرق والبنفسي جد دلوقتي اللي انا فهمه ان هو حديد رئيسي طب انا عشان مين يمسكهم قالك بحط له حديد توزيع 6.12 عم طول انا ممكن كمان استخدم 6.10 عم طول قالك باش مهندس ده يكتب عليك ده دوت حديد توزيع مالهوش اي ايمة هو بس ماله بيمسك الحديد الافك اللي ماشي طوالي اللي المقضي عشان يضمن التوزيع ما بين السياخ واحد فده حديد توزيع واحد لمح شوية يقول لي طب انت عم لي رسمت سيخ رأسي وبعد كده رسمت السياخ ماشي طوالي وبعد كده رسمت سيخ رأسي ورسمت السياخ ماشي طوالي قالك دوت حاجة لا علاقة بالتنفيذ تعال بقى نتكلم عليه قالك تفاصيل تسليح الحوائط ده حتة للفهم بس انت يا باشماندس عندك حلين لو انت عندك الحيط ريت فالراجل بييجي في الموقع بيجلد الحيط بيعمل التخشيبة بتاعته بيقفل جنب ويبدأ يخلي جنب بيقفل تلك جوانب هو طبعا الحيط طويلة مش طويلة فهيقفل هو جنب يعني هيقفل جنب وجنب تاني مفتوح يقوى فيه ربط الحديد فيعني هو لو مجلد الجنب ده يعني الشدة الخشبية موجودة في الشكل اللي موجود قدامك دوت فالراجل الحداد واقف الجنب التاني هو عايز يربط الحديد يحط الحديد بتاعه فبيحط الحديد ازاي يحط السيخ الرأسي الاول وبعد كده يحط الطول اللي ماشي طوال اللي ماشي طوال يبقى هو بيحط الأسياق الرأسية الاول الأسياق الرأسية الاول وبعد كده يحط اللي ماشي طوال وبعد كده يحط الأسياق الرقصية وبعد كده يحط اللي ماشي طوالي يبقى هو الترتيب بتاعه رقصي أفقي رقصي أفقي فدوة لقى علاقة بالتنفيذ لما تيجي تنفذ الراجل بيبقى واقف مقاف في الجنب ووقف في الناحية التانية يرس الحديد بتاعه يحط رقصي أفقي رقصي أفقي فيبنك الشكل اللي موجوده قدامك اللي أنا رسمه في المثال واحد تاني يقول لي طيب باشمانديس ده في حل تاني الحيطة ممكن يكون حطة الشدة الخشبية ناحية ببرة يعني مقفل ناحية ببرة ووقف من جوه بيشتغل العامل فيقول لكل بيجرى نفس الترتيب رقصي أفقي رقصي أفقي فيباني الأسياق بالشكل دوة يبقى انت لقيت الأسياق بالشكل الحل رقم واحد ده صح لقيت الأسياق بالحل رقم اتنين دوت صح موجودين عندك في الموقع دي الحلين على حسب التنفيذ يبقى انت شفت الأسياق بالشكل اللي عليدك اليمين صح بالشكل اللي عليدك شمال صح طب ايب انا كده بسمت الاليفيجن فصلت كل الحديد بتاع الفلور في البلان طب يباش موندس هو الحديد بتاع الحيطة مش هيتفصله وكمان يقول لك لا انا بفصله فيقول لك طيب انا ارسم حديد الحيطة ازاي قال لك برسم الهورزونتا لستريب هو انت مش عشان اصمم الحيطة خدت شريحة افكية تحت عند اكبر ضغط مية اللي هو جامع وطر في الاتش وطر فقال لك الشريحة هي وعند استريب واحد واحد كان عايز سمك كبير اللي هو طلع 700 ملي فعملت حاجة اسمها هونش فبقى انت في الامتحان لما بتجي ترسم تفاصيل التسليح بترسم الثلاث حاجات اللي قدامك بترسم الاليفيجن وتحت البلان اللي موضع عليه حديد تسليح الارضية وعلى ايدك اليمين بترسم الهورزونتا لستريب اللي هي الشريحة الافكية اللي انت اخدها في الحيطة نفس الكلام نص الشريحة باش مهندس ببدأ ان انا وضع عليه لابعاد الخرصانية اللي هي الحيطة 300 ملي الحيطة 300 ملي في منطقة الارسايت سيكشن طب في المنطقة الروكورنر دي اللي انا كنت عايز سمك اللي هو 700 ملي انا و700 ملي انا تقول لي اه يعني انا لما اخد قطاع لما اخد قطاع هنا اه لما اخد قطاع هنا اه تقول لي سمك القطاع هتلاقي 700 ملي لما اخد قطاع افكي اه تلاقي سمك القطاع 700 ملي فوفى القطاع اللي انا مصمم عليه طب باش مهندس الميل اللي انا رسمه ده قلقك ميل ده بيبقى اسمه واحد لواحد فبقى انت بترسم رسمك كده في الامتحان نص نص الخزان او نص الورزونتال ستريب بيوضح الكونكريت دايمينشن والنص التاني بترسم التسليح طب تعالى كده هو السترينينج اكشن كانت البندج مومن دياجرام ده اللي بيتحكم في رسمة التسليح ونورمال فرص دياجرام ولكنك شايف النورمال فرص دياجرام انا عشان ارسم تسليح باشوف العزوم عشان اعرف اوقف فين وحط منين لفين تعالى كده نمسك الحيطة اللي قدامك دايك نرسم لها تفاصيل التسليح الحيطة ده عشان ارسم تفاصيل التسليح قال لك يا باش مهندس هو العزم عندك عامل ازاي تقول لانا عندي عزم مجبل برا فتروح ترسم له سيخ من الاول للاخر يغطي العزم المجبل للبرا دا يبقى انا رسمتي سيخ اللازرة دا بيوفي العزم اللي موجود لبرا اللي هو كان القطاع اللي اسمه ايرسايت سيكشن تروح باش مهندس تفرد السيخ دا برا وتكتب عليك يما اللي هو كانت طلع عشرة فاي تمنتاشر على المتر الطولي تقول لي الكلام ممتاز طيب انا عندي في الاول والاخر عزم سالب طب الاول والاخر عزم سالب دا قال لك احط حديد دي يقاوم احط الحديد فيهم جوة ولا برا تقول لي لا العزم السالب له جوة فتحط الحديد في المنطقة دا باش مهندس فراجل ممتاز يقول لك والله ان انا احط الحديد حطيت الحديد اهوت بيغطي العزم السالب يقول لك بس تستنى انت عند الكتاع دا هو كان اكبر عزم هو يا باش مهندس عند اكبر عزم كان السيخ بيمتد مسافة دي تقول لي السيخ يمتد مسافة اللي دي من اكبر عزم الناس بقى اللي دخلها مشاريع خرصانة تركز في المسامات دي كلها لأ السيخ بتقف فين تمتد قد دي فقال لك كانت بتمتد اللي دي زائد 3 من 10 ديبس اللي هو فيقول لك يا باش مهندس يعني السيخ دوت عايز يمتد من اقصى عزم اللي دي فتقول لي عمله برقبة كده بزاوية يقول لك لا مش هكفي تقعد تمشي 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 ويطلع بالشكل الشوكة دوت يبقى ده السيخ اللي هيقاوم ليه زاويته وعملته بشوكة كده عشان يحقق اللي دي اللي هو طول التماسك اللي هو بيبقى على حسب الاف سيو بتاع الخرصانة وكتر السيخ بيبقى خمسة وستين فاي او ستين الفاي فبقى انت شكل السيخ بقى بالشكل ده نفس الكلامة تبقى في الاتجاه التاني عملتي السيخ اقول له يقام العزم السالب اللي جوه يقول لك العزم من اقصى عزم لازم يمتد مسافة اللي دي زا 318 ديبس فتعملوا بشوكة بالشكل ده وبعد كده تفرضوا بره لو جينا الكلام ده ترسم ازاي بقى الكلام ده باش ما انتسين تلاقيه ترسم بالشكل اللي قدامك ده ان انا عملت شوكة بالشكل دوت وشوكة بالاتجاه التاني هوت وتفرض الكلام ده بره عند العزم او عند القطاع واحد واحد كان عايز حديد كمتو 9 فاي 16 على المتر التولي ليه شكل السير بقى كده انت فهمت خلاص طيب اللي بعد كده يقول لك باش مواندس صمك القطاع دوت صمك الولت 300 ملي فلازم تحط حديد انكماش فقول لك في المناطق الفاضية حط حديد انكماش بالشكل اللي قدامك دوت وفراده بره وحديد انكماش عام 6 فى 10 موافقك بس خده في المسألة اقل حاجة 6 فى 12 يبقى حديد انكماش اقل حاجة في المسألة خده 6 فى 12 على المتر التولي زي التنفيذ بره طب باش مواندس ده الحديد التولي اللي هو يبان فين هنا انا واخد قطاع واخد قطاع فى النص فى الاليفيجن واخد قطاع فى النص فى يبان فوق الحديد الازرق من قطاه والحديد البنفسجي من قطاه خد بالك انا كاتب لك على الحديد البنفسجي من ستيل لا غلطة الحديد الازرق هو المين ستيل فى القطاع انت واخده عدلها الحديد الازرق هو المين ستيل فى القطاع اللي انا واخده فى انا رسمت الحديد الازرق نقطه والحديد البنفسجي نقطه طب الحديد لسود اللي هو كان اسمه حديد حديد توزيع بس هنا فى القطاع الجايبان نقط اللي ناحية برة كان النقط لازرق وبعد كده سود فاللسود يا باشماندس يبان نقط جوه هو جوه اللي أزرق واللسود اللي هو الديستريبيشان استيل كان بره البنفسيجي فيبان بره نقط يبقى أنت كده أسقط الهورزون تالستريب ليه علاقة بالإليفاجين تركز قوي وإنت بتسكت كل سيخ الكلام اللي عملته على الحيطة الرأس دي تعمله برضه على الحيطة الأفك اللي تحته الحيطة الأفكية اللي فوق بالشكل اللي موجود ده يبقى لك حتة الهونش دي لو سبتها كده تكسر وترد لبرة لازم تسلحها طب سلحها ازاي قالك بنسلحها بالشكل اللي موجوده قدامك دلوقتي إن انت بترسم سيخ يغطي المنطقة الهونش دي وبيمتدي السيخ ده باش مهندس من عند النقطة دي مسافة مقدرة اللي دي زائد تاتة من عشر ديبس ومن عند النقطة دي مسافة مقدرة اللي دي زائد تاتة من عشر ديبس لأن العزم داخلي ويبنلك بالشكل ده فلو جيت رسمته بره آه دي النقطة هوت ده الهونش فانا رسمت له السيخ طب عايزة مده من النقطة النهية اللي تحت دي اللي دي زائد تاتة من عشر ديبس يمشي 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 ما يكفيش تعمله افكي وفوق يمشي 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 ما يكفيش تعمله رأسي بالشكل ده فيبان بالسيخ الاخضر اللي انا لو فرضت بره يبان بالشكل دوت ونفس الكلام السيخ الاخضر اللي فوق كنتو بخدها يا دي خدوا نفس كيمة الحديد اللي انا مطلعه عندي السيكشن واحد واحد اللي هي التسعة فاي ستاشر على المتر الطولي يبقى انا كده اوه خلصت باشماندس رسم تفاصيل التسليح كلها اللي هو للإليفشن للبلان للهوروزونتل استريب يبقى انت مطلوب منك في الامتحان ترسم الرسمة زي ما موجودة في السليل قدامك كده تعالى بقى نبدأ ناخد المطلوب التاني كان قالك في المطلوب التاني ان انا لو هو ريستدون سويل تانك انا خلصت المطلوب الاولاني اللي هو الكمبيليت ديزاين اللي هيتغير لو قالك ان دوت ريستدون سويل تانك مش إليفيد التانك اللي هيتغير هو تصميم الارضية بس لكن تصميم الحيطة مش هيختلف في التصميم اي حاجة تصميم الحيطة اخت التصميم باشماندس اللي هو بتاع المثال الاولاني اللي هو الاليفيد التانك الحاق مش هيتغير في اي حاجة اللي هيختلف في التصميم هو الارضية بس فتعالك نتكلم على الارضية كنت اول حاجة بتروح تجيبليها اللود الاحمال الاحمال اللي موجودة على الارضية كانت الو فلور وعليها احمال رأسية بتاعة الحيطة بي وول عن متو طولي مرتكزة على ايه بقى هنا مرتكزة على الارض الراجل قالك بتوع الاسسات تعالك افكر في حاجة كده هو انا لما كنت بصمم القعدة القعدة بتوع الاسسات قالك قليك القعدة يا باشماندس عليها حمل اللي هو الحمل اللي اسمه البي كولم لما كنت اجا صمم القعدة كنت بصمم ازاي قال لك كنت بروح احسب حاجة اسماك unit actual اللي هو الاجهاد الفعلي اللي موجود على الاعدة اللي هو بيساوي البي كولام اللي هو حمل العمود على المساحة بتاعة الاعدة البي كولام على المساحة بتاعة الاعدة طب باش موندس انا واحد بقى يسألني كده يقول لي طب ما كان في وزن الاعدة دي لا يا وزن فالمفروض ان الوزن اللي هو الاعدة ده يروح يزيد على الكونت ده يقول لك لا الاحمال الموزعة كانت بتلاش بعض فنفس اللي انا هعمله بالزبط يقول لك يا باش موندس الاحمال الموزعة لا تسبب عزوم ليه لان التربة بترد عليها بنفس الكيمة فده المنطق بتوع الاساسات فعلا لو انت عندك حمل موزعة التربة فالتربة بترد عليه بنفس الكيمة فانت لو عندك حمل موزعة ده بيو فلور انا عارف ان التربة هترد عليه بنفس الكيمة يعني مش هيخش معاه في الحسابات امال مين اللي هيعمل يقول لك الحمل المركز اللي اسمه بيه وول اللي هو احمال الحوائط والغطى اللي موجود فوق الخزان ده اللي هيسبب العزوم زي بالزبط الحمل اللي موجود اللي هو بتاع مين بتاع العمود كنت حل ازاي يقول لك انت عندك حمل موزع ده بيو فلور رد فعل التربة هترد بنفس الكيمة بالزبط رد فعل التربة هترد بنفس الكيمة بالزبط يعني من الاخر وانت بتصمم اوعد دخل الده بيو فلور معاه يبقى ولكنك شايف امال مين اللي هيصمم عليه البي والبس فتقول لي يعني يا باش مهندس انا روح احسب حاجة اسمها ده بيو نت اللي هي كانت قيو نت عندك نه عشان منها ارسم اللي سترينينج اكشن اللي هصمم به فالده بيو نت دي بتساوي ايه قالك بتساوي البي وال على في البرامتر على الايه يا فلور مش فاهم حاجة انت انها كنت بتلسم حمل العمود على المساحة طب انا دلوقتي حمل الحيطة لا ده حمل الحيطة يا باش مهندس مقصر على المتر الطولي مقصر على المتر الطولي انا عايز اركزه عايز اركزه عايز اركزه فعشان اركزه اضرابه في المحيط يبقى عشان اركز الحمل ده عشان يبقى اكنه بيه كولم قالك باش مهندس تروح تضرابه في المحيط فاروح اضربه في المحيط بيداني حمل مركز فيبقى البي يقول اضربه في المحيط بتاعك يديك حمل مركز عايز باك يونت اقسم الحمل المركز على الاريا فاقسم على الاريا بتاعة الارضية الفلور ما الارضية دي ماشي عاملة كده اللي هي كانت سبع باين في ستة فالارضية دي المساحة دي هي مساحة الفلور فيبقى انا كده ركزت البي وول وقسمته على الاريا فلور جبت الدابي يونت تعال كده نعمل الحسابات بتاعتنا عشان نحل زي ما بتوع الاساسات قال لنا قال لك الحسابات بكل بساطة البي وول تلاتين وتمانية من عشرة المحيط اللي هو ستة زائت سبعة في اتنين مقسومة على الاريا فلور المساحة الارضية ستة في سبعة يطلع معاك الدابيو نت تسعتاشر واحد من عشرة كيلو نيوتن على المتر المسطح يبقى انا طلعت الدابيو نت اللي هي عبارة عن تسعتاشر واحد من عشرة كيلو نيوتن على المتر المسطح اقدر بقى اصمم زي بتوع الاساسات جيب استرينينج اكشن ومنها اروح يا باش مواندس اصمم يبقى انا خلاص وانا بحل بقى ولا الدابيو فلور دي شايفه ولا الدابيو فلور دي شايفه انا فهمت خلاص اللي هيعمل الدابيو نت هو البي وول بس طب قال لك يا باش مواندس قلب لما اروح اصمم بتوع الاساسات كان بيعمله حاجة اسمية اللي هي ايه اللي هي بشيك هل الاجهاد الفعلي المؤثر على الارضية او المؤثر على الجراوند هل الارض تقدر تشيله ولا لأ فكنت بجيب الاجهاد الفعلي اللي هو اسمه الدابيو فلور بقى هنا هو تخش لان دي اجهاد كيلو نت عن متر مسطح وزني نازل عن متر مسطح زائد الدابيو نت اللي انت جبتها دي اللي هي نتجة من البي وول بس فتجمحهم على بعض اللي اتنين دول لازم يكونوا اقل من 150 كيلو نت عن متر المسطح اللي هي كان مدالك معطى في المسألة في الاول خالص اللي اسمها بيرنكة بس دي فطبعا اللي تشيك ده يطلع سيف مش عايز تعمله في الامتحامة يش هيزع عنه يبقى دوت انا ماشي ان اول خطوة بس بشيك استرس بس وانا بشيك استرس خد الوزن بتاع الارضية معاك لاني ده اجهاد نازل على الارض طب يا باش مهندس انا ما شيكتش خلاص مش مهم خش على المسألة انا جبت الاحمال خطوة رقم اتنين في تصميم الفلور كنت بروح اعمل يعني انت معاك الارضية هي ستة في سبعة خطوة المنقاطة دي الدلالة على الحيطة مرتكزة على الجراوند على طول فيقولك ان انا بروح اوزع الاحمال لان لو قسمت سبعة على الستة هتلاقي ارضية فتوزع الاحمال عن طريق الار بيساوي الام لونج في الام لونج على الام شورت في الام شورت مستمرة في اتجاه الاشورت اتجاه الام لونج بسبعة متر مستمرة ولا مستمرة من فوق ولا مستمرة من تحت يبقى المعامل بواحد وفي اتجاه الام شورت قالب بستة هل مستمرة على يمينه او مستمرة على شماله لا يبقى المعامل بواحد يبقى الار بواحد وسبعة تشار من مية منه تروح تستخدم بقى جدوى الجراشف تجيب الالفا بكيمة والبيتا بكيمة تضرب الالفا في دابيو فلور او تضرب قصد الالفا في الدابيو نت تضرب الالفا في الدابيو نت وتضرب البيتا في الدابيو نت يديك معاك الدابيو الفا في الاتجاه الوسير والدابيو بيتا في الاتجاه الطويل الدابيو الفا في الاتجاه الستة متر والدابيو بيتا في الاتجاه السبعة متر خلاص مفيش حاجة تختلف عن اللي انا خدته اروح اسم استرينينج اكشن اخد شريحة الشريحة دي بقى باشمواندس عبارة عن 6 متر باعتبر ان الحيطة دي هي الركايز بتعتبر ان الحيطة هي الركايز فالصح ان الركايز تبقى معوجها لفوق ده مش عايز تعوجها خلاص قال لك باشمواندس مأثر دابيو الفا الحمل اللي موازي للشريحة واحد واحد كمت 11 و 3 من 10 مأثر من فوق لتحت فانا لو روحت رسمت العزم تلاقي العزم طالع لفوق كمت 55 من مية المفروض تاخد الكطاع دوت كطاع ووتر سايد سيكشن لان العزم ده لفوق يعني لناحية المية فالكطاع ده ووتر سايد سيكشن تروح تصممه ستريب اتنين اتنين تقالك ان انا الشريحة هي 7 متر والدبيو بيتا عليها بكزا وعليها عزم 47 و 78 المفروض ده برضو كطاع ووتر سايد سيكشن انا روح اصمم مين روح اصمم الكطاع الكبير ده هو اللي هو خمسين خمسة وتمانين يبقى انت مع الكطاع عليها عزم تروح تصممه بطريقة تروح تجيب السمك تروح تشايك ستريزز تروح تجيب الحديد طب ايه اللي هيفروح في تفاصيل التسليح تفاصيل التسليح ان انا لما جارسم في هاتي الاختلاف الوحيد ان انت عندك حديد علوي اللي هو الحديد بالشكل دوت ليه؟ لان العزم فوق فاتحط حديد علوي بالشكل اللي موجود دوت طب هلا حط حديد صفلي تقول لي ما عنديش عزم صفلي فاتحط حديد انكماش بالشكل اللي موجود اللي ازرق دوت ويبقى الحديد الرئيسي هو الحديد العلوي الحديد اللي في الاتجاه التاني يبقى منقط بالشكل اللي موجود دوت اللي هو الحديد المناقط دوت هيبقى الميني ستيله وكمان والحديد اللي تحت دوت حديد انكماش في الاتجاه التاني ده اللي يختلف في رسمة الاليفيجن فقط وتسقطه على البلان بقى يبقى احنا كده خلصنا تصميم السلايدنج بيز تانك لو اي حد مفهمش جزئية معينة او اي نقطة وفت قدامك تواصل معايا في اي وقت على الواطسة وعلى الفيسة وعليا حتى ونبدأ نفكر في الجزئة دي شكرا انا مش منسين كده دوت اللي هو المستطيل او الدائري خلص بقيلك السكشن الجاي سكشن سلايدنج بيز تانك دائري دوت هينزلك فيديو تاني بالبي دي اف بتاعه ورضو ابدأ زاكر يبقى انت لحد دلوقتي معاك سكشنين في الاول سكشن ستلينينج اكشن وسكشن تصميم السكشن ده تبدأ تذاكره السلايدنج بيز الدائري اللي هو القصدي المربع والمستطيل دوت السكشن اللي بعده تبدأ تذاكر السلايدنج بيز الدائري واحنا نزلك الفيديوهات مرتبة بحيث ان انت تبدأ تذاكر واحد بالترتيب اللي انت عارفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته